من المقرر أن تغلغ الإدارة العامة للمرور مؤقتا طريقة فهد المالك الصباح يوم الأحد المقبل بالاتجاهين وذلك بسبب الفعالية التي ستقيمها وزارة التربية ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى انتهاء الفعالية وقالت وزارة الداخلية أن وزارة التربية ممثلة في منطقة بارك الكبير التعليمية ستقوم بحمل أكبر علم للبلاد بمشاركة أربعة ألاف طالب وطالبة لتسجيل رقم قياسي في موسعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم هذه الفعالية وتأمين موقع الاحتفال في منطقة صبحان ودعت قائد المركبات الراغبين بالوصول إلى مطار سعد العبدالله لاستخدام طرق بديلة وهي طريق الشيخ زايد وطريق جاسم الخرافي وطريق الدائري السابع